عايزين برضو نعرف تقيمك للأربعة دول خلال مشوار الدوري أو من خلال الأعارة يعني في أنديتهم كانوا في أمبي وكانوا في سموحة وفي الجونة يمكن أول لعيب معنا هنبدأ بيه اللي هو ناصر مهر ناصر مهر ناصر مهر أه تحديدا هو الأكثر أسست في الدوري المصري عامل عشر أسست بالتأكيد لما لعيب يعمل عشر أسست بالتأكيد أنه هو لعيب مميز أو لعيب ناصر مهر كلنا عارفينه السنة اللي فاتت بالتأكيد بس هو السنة دي حنبين للناس بالأرقام إيه الفرق ما بين ناصر مهر السنة دي إيه اللي تطوره إيه اللي خلى قدرت النادي أو لجمة التقطيت في النادي الأهلي يترجعه أكيد شافت في حاجة معينة عشان ترجعه هل المركز اللي عندك دوت أنت محتاجه ولا لا طب قبل ما نكلم على الأرقام كنت تعرف أن ناصر كان بيلعب وينج شمال أو بيبقى على الطرف أكتر شوية طرف اسموحة كان توظيفه في نفس المركز ولا كان كمان بيخش كرقم عشرة بيلعب الاتنين بيلعب الاتنين حتى في النادي الأهلي برضو السنة اللي فاتت كان بيلعب الاتنين بيلعب في الأجلب بس أجلب المباراة عشرة عشرة لأن حتى لما كان بيلعب على برة هو دايماً بياخد الكرة يخش على جوة لأنه عنده فيجن هقول لحدك كمان حاجة بصراحة بيحب يشربت نفسه بالخط أكتر يمكن ناصر مهر تحديداً هو إيه سبب عارضه السنة اللي فاتت من النادي الأهلي أو إيه الناس شافت إيه إيه اللي خلاه يتم عارضه إنه هو ما كانش بيجيب جوان ناصر مهر السنة اللي فاتت مع النادي الأهلي ما جابش غرجون واحد لعب مطشات كتير لعيب بصراحة ناصر مهر من أحرف اللعيبة في مصر لعيب حرف جداً لعيب عنده الرؤية لعيب مهاري بس ناقصه كان ناقصه حاجتين أول حاجة إنه ما بيجيبش ماينفعش صنع ألعاب في النادي الأهلي مايجيب لكش ست سبع تجوان في الموسم مش عايز أقول عشرة وحداش بس على الأقل يعدل خمسة والست معدل التهديف يعلى لازم ده دي حاجة مهمة ماينفعش أن أنت تكون لعب هدف يعني طول الموسم لو استعرضنا بقى الأرقام هتبص الفرق التطور اللي حصل بص حدث دي أرقام ناصر دي أرقام ناصر لو استعرضناها مهمة قوي هنبين ده اللي على اليمين اللي على الشميل اللي على اليمين اللي هو السنة اللي فاتت ده لما كان موجود مع النادي الأهلي واللي على الشميل ده وموجود مع اسموح هنبين إيه اللي حصل إيه التطور اللي حصل أولا الناس كانت بتقول إنهم ما بيلعبش التسعين دقيقة بييجي يقع بدنيا حتى مع كارترون يقولك ده في آخر الدقيقة يقع طب ما تيجي نشوفه السنة دي لعب إيه السنة اللي فاتت لعب تلاتة وعشرين مباراة السنة دي ستة وعشرين أهم حاجة في المقارنة دي معدل دقايق اللعب السنة اللي فاتت كان بيلعب قد دقيقة 78 دقيقة يعني كان بيخرج عند دقيقة 78 السنة دي بيخرج عند دقيقة 89 يعني بدنيا أقوى لأن المدرب بقى بيعتمد عليه أكتر إنه قال له ما بيخرجوش بالضبط عشان كمان بيلعب ما بيخرجوش غير عند دقيقة مثلاً 89 الحاجة التانية المهمة واللي كنت بكلام حداك فيها إيه التطور اللي حصل لناصر مار معدل الأهداف السنة اللي فاتت جاب جون واحد بس السنة دي جايب كم جون بقى؟ سبعة أيوة هدف من 23 مباراة السنة دي جايب سبعة أهداف من 26 من 26 مباراة بس تطور واضح في معدل الأهداف السنة اللي فاتت ده سبب أعارته إنه كانوا عيد نادي الأهلي كان رؤيته إنه أنت تروح إحنا محتاجينك إنه أنت تزيد أكتر وتجيب أهداف أكتر وده على فكرة ده دي شطارة إدارة في الإعراض طبعاً إنه أنت لما تود لعيب ياخد فرصة مش معنى كده إنه هو لا خلاص يأس ولا يروح ويلعب ويكمل وهو رجع تاني صحيح الحاجة التانية أهداف من ضربات جزاء جاب السنة دي هدفين من ضربات جزاء نجي للأسست هو أكتر لعب في الدوري عامل صنع أهداف عشر أسست السنة اللي فاتت اتنين أسست بس يعني أفضل لعب على مستوى اللعيبة كلها في الدوري على مستوى الدوري كله عامل عشر أسست في الدوري يعني ممكن هنا ناصر مهر فين من المنتخب مصر ممكن نسأل السؤال ده طبيعي لما لعيب يبقى عامل عشر أسست ومسجل سبع أهداف يعني عامل سبعتاشر مساهم في سبعتاشر جون مع سموحة أو سبعتاشر هدف مع سموحة تسأل فين هو من المنتخب انت خلي بالك كمان لعب ستة وعشر مباراة مش لعب أربعة وثلاثين يعني انت كمان عدد المباراة تقل لعب ستة وعشر مباراة فيه ناس لعبت أكتر أكتر طبعا نجي بقى لصناعة الفرص السنة اللي فاتت هو صنع اتنين وعشر فرصة السنة دي صنع سبعة وعشر فرصة نيجي ليه فرص على المرمى يعني فرص على المرمى يعني فرص جات له وهو قدر يتعامل معه بشكل صحيح السنة اللي فاتت جات له تمنتاشر فرصة ما استغلش غير فرصة واحدة لأ جاب جول يعني سبع منهم أهداف فالكونفرشان ريت بتاعه أو المعدل يعني معدل تسجيله مقارنة بمعدل الفرص اللي بتجيله طبيعي يعني انت بتتكلم يعني تمنتاشر والسبع بتتكلم خمسين في الماء يعني لو جات له عشر فرص ممكن نسجل خمسة أهداف فدي حاجة بتأكد ان هو تطور على مستوى التهديف اذا ان هو تطور على مستوى صناعة الأهداف تطور على مستوى تسجيل الأهداف تطور على القدرات البدنية أنه هو بقى بيكمل لنهاية المباراة نكمل اللي بعد كده المقارنة هنبص اللي التمريرات يعني التمريرات مش هتفرق كتير لأن التمريرات مثلا 787 من 983 السنة اللي فاتت السنة دي هو جاي عامل 966 تمريرها صح نسبة التمريرات تقريبا مقاربة 80% 78 طبعا أعلى في النادي الأهلي في بعض الحاجات في المقارنات حبان في النادي الأهلي أكثر عشان الفريق عشان الفريق اللي انت تلعب فيه شكل استحواز تأكيدا لكلام حضرتك مثلا استخلاص الكرة في ملعب الخص هتلاقي في النادي الأهلي بيلعب ضغط أمامي أكتر فبيضغط أكتر فهو مثلا مع النادي الأهلي استخلص الكرة 38 مرة في ملعب قدام عشان بنلعب ضغط أمامي التنت اللي جومي لكن هنا في سموحة 29 بالنسبة لقطع التمريرات الدور الدفاعي بقى مهم قوي برضو التطور على مستوى الدور الدفاعي قطع التمريرات السنة دي 61 تمريرة السنة اللي فاتت 46 المراوغات النكحة السنة دي عامل 84 مراوغة نكحة من 138 السنة اللي فاتت 61 مراوغة نكحة من 101 إذا تطور في نسبة التطور أنت بتتكلم في أكتر النسبة بس نجاح تطور 25% ده تطور هايل وهقول لحدك على حاجة برضو بصراحة النادي الأهلي عندنا هنا في حتة المراوغات النكحة دايما مش عالي أو فيها عكس مسلا لما كنا بجايبين أرقام الوداد حتة الحل الفارد اللي هو بيفوت على واحد على واحد دي بالزبط مش موجودة قوي يعني قليلة مش كتيرة يمكن في الكهرباء بعد اللعابة القليلة إنت لما تجيب لعيب عامل 84 مراوغة نكحة 84 مراوغة نكحة في الدورة المصر رقم عالي جدا رقم كبير رقم كبير جدا نيجي برضو لاستخلاص الكورة ل29 مرة برضو في ملعب الخصم ليه؟ عشان أن أقل مع اسموح عشان نادي الأهلي بيلعب ضخط أمامي نيجي للتمريرات البيني أو نيجي للتصويب على المرمى برضو من الحاجات المهمة السنة مع النادي الأهلي عمل 54 محاولة منهم 15 صح مع اسموحة 41 محاولة منهم 13 صح نيجي للتمريرات البينية الصحيحة علاء أنه هو عمل 17 تمريرات البينية مع اسموحة مقابل 11 مع النادي الأهلي إذن ملخص المقارنة دي بتاعت تحديدا بتاعت ناصر ماهر أنه يمكن ناصر ماهر زي ما قلنا هو اطور في حتة تسجيل الأهداف اطور في حتة صناعة الأهداف على المستوى البدني على المستوى البدني اطور على مستوى الدور الدفاعي اطور على مستوى صناعة الفرص إذن انت بتكلم هل انت المركز ده محتاجه ولا لا صناعة الألعاب انت هل انت معه طبعا عندك محمد مجدي أفشة عندك صالح جمعة ممكن هم ما بيلعبش كتير في الفترة الأخيرة وبالتالي انت محتاج برضو تدعيم في الحتة دي حتة المركز عشرة مع أفشة ومع صالح جمعة ان يبقى فيه منافسة على المركز عشان ما فيش حد يحس ان ما كانوا مضمون نعم انت بتلعب في أكتر من بطولة كمان يا دكتور بتلعب في تلعة أربع بطولات محتاج محتاج لعبة أحسن ما كنت تجيب صناعة ألعاب بتلاتين واربعين مليون ده انت عندك ابنك بيلعب في سموحة عامل الأرقام دي كلها واضح التطور إذن دي صفقة تعتبر من صفقات النادي الأهل الجديدة في الموسم القادم